المقاومة هي خاصية فيزيائية تعبر عن مدى معارضة المادة لمرور التيار الكهربائي خلالها فكلما كانت المقاومة أكبر كان من الصعب على التيار أن يتدفق بسهولة تقاس المقاومة بوحدة الأوم أوه فائدة المقاومة الكهربائية تحديد شدة التيار تعمل المقاومة على تحديد مقدار التيار الكهربائي الذي يمر عبر جزء معين من الدائرة وذلك وفقاً لقانون أوم الجهد أشالو التيار إكس المقاومة هذا الأمر يسمح بتحقيق التوازن المطلوب في الدائرة وحماية المكونات الأخرى من التلف تقسيم الجهد تقسم الجهد في الدائرة تحقيق الاستقرار في الدوائر تساعد المقاومات على تحقيق الاستقرار في الدوائر الكهربائية وذلك عن طريق امتصاص التغيرات المفاجئة في الجهد والتيار تساعد المقاومات على تقسيم الجهد الكهربائي بين مختلف المكونات في الدائرة هذا الأمر ضروري لتشغيل الأجهزة التي تتطلب مستويات جهد مختلفة توليد الحرارة عند مرور التيار الكهربائي عبر المقاومة يتم تحويل جزء من الطاقة الكهربائية إلى طاقة حرارية هذه الخاصية تستخدم في العديد من التطبيقات سخانات ومصابيح تصميم مرشحات التردد يمكن استخدام المقاومات بالاشتراك مع المكونات الأخرى مثل المكثفات والملفات لتصميم دوائر مرشحات تسمح بمرور ترددات معينة وترشيح ترددات أخرى حماية الدوائر تعمل المقاومات كأمانات حرارية حيث تقوم بامتصاص الطاقة الزائدة وتبديدها على شكل حرارة مما يحمي المكونات الحساسة في الدائرة أجهزة الكمبيوتر تستخدم المقاومات في جميع أنواع الدوائر الإلكترونية الموجودة في أجهزة الكمبيوتر السيارات تدخل المقاومات في تركيب العديد من الأنظمة الإلكترونية في السيارات الأجهزة المنزلية تستخدم المقاومات في الأجهزة المنزلية مثل التلفزيونات والثلاجات والمكيفات باختصار، المقاومة الكهربائية هي عنصر أساسي لا غنى عنه في عالم الإلكترونيات، وتلعب دوراً حاسماً في تصميم وتشغيل العديد من الأجهزة والتطبيقات.